اشتركوا في القناة من ذلك أو من الحاجة فليراجع نفسه أن يكون مصيبا في قوله والدعوة تختلف عن القرآن وتعليم القرآن الدعوة لها أحكام لها حكم في ذلك غير التعليم تعليم القرآن ولذلك أجاز العلماء أن يأخذ الداعية رزقا لا أجرا يأخذ مكافأة من بيت المال طرها ولي الأمر مكافأة غير مشروطة على قيامه بهذا الواجب الكفائي لأن الله سبحانه وتعالى قال وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ هُمَّ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ إِنْهَوْنَ عَلْمُنْكَارِ فَأَمَرَ بِأَنْ يَكُونَ مِنَّا عَدَدْ كَافِي يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ فإذا أخذ رزقا يعينه على القيام بذلك وليس أجرا مقيدا بساعة أو مقيدا بيوم أو مقيدا بشيء معين يقوله فإنه لا حرج عليه في ذلك